اشتركوا في القناة طبعا الاحلام اللي بتبشر الرأي او الحالم بالمال وبالرزق كتير جدا ولكن بمشيت الله هنشكر لكم النهاردة اهم الاحلام اللي بتبشر الرأي بالمال وبالرزق القريب جدا بمجرد ما يشوف اي حلم من دول يستبشر خيره على طول ويعرف ان ان شاء الله في رزق وفي مال باذن الله يغير حياته للافضل باذن الله ايا كانت الحالة اللي هو بيمر بيها سواء كانت بنت عزباء او سواء كان شاب اعزب او كانت متزوجة او كان رجل متزوج او كانت مطلقة قولي الاحلام اللي بتبشر الرأي بالرزق والمال القريب وهي رؤية السمك في المنام سواء السمك ده كان مجلي او كان مشوي ده بيرمز للرزق والمال بعد التعب والسمك النام في المنام يرمز للرزق والرزق السهل والسمك الكبير بيرمز لرزق كبير باذن ربنا عز وجل البيت في المنام سواء كان ناية او مجلي او مسلوك ده بيدل على الرزق وبيدل على الربح بيدل على الرزق والمال القريب جدا باذن الله اللي هيجي للرأي في الفترة المقبلة البقرة السمينة او اي شخص يحلم في ان في بقرة سمينة جات امام بيته واستطاع ان هو يربطها او يركبها او دباحها في يوم عيده ده بيبشره ان شاء الله برزق قريب جدا ومال قريب جدا هغير حياته للأفضل بإذن الله اي شخص يشوف الحليف في المنام يعرف ان ان شاء الله في رزقه وفي ربحه وفي مكاسب مادية ربما هيحصل عليها في القريب العالم يأكل بإذن ربنا عالس وكالب اه الحلويات الزبدة السمنة الشوكولاتة في المنام دي بترمز لسهولة الكسب بترمز للرزق يعني بتبشرك بتحسن اوضاعك المادية وخاصة اذا كانت غالية السمن اي شخص يحلم في المنام بالجمح وسنابلو يعرف ان ان شاء الله في ربح وفي كسرة اموال وفي رزق وفير بإذن الله جاي للرأي في الفترة المقبلة الطمر في المنام من الاحلام اللي بتبشر الرأي لكسرة الاموال بتبشر الرأي بالربح وخاصة لما يتناول الحالم اه الطمر ده سواء كان محش بمكسرات او ما شابه الموز في المنام والفراولة من اكثر العلامات اللي بتبشر الرأي بالرزق والمال القريب جدا بإذن الله ايا كانت الحل اللي هو بمر بيه فمجرد ما الحالم اه يحلم ان في شخص اداله اه موز او فراولة يستبشر خير على طوله يعرف ان ان شاء الله في مال قريب جدا بإذن الله جاي له في الفترة المقبلة العصافير في المنام من الرؤى المبشرة بالغنى وتحسن الاحوال المادية وبتبشر اه بالصراء الفاحش بإذن ربنا عز وجل للرأي اي شخص يحلم في المنام بالماء عمتا يستبشر خير على طول ويعرف ان ان شاء الله في مال قريب جدا جاي له في الفترة المقبلة هيغير حياته للأفضل اي شخص يحلم اه في المنام بالعصافير دي يستبشر خير على طول ويعرف ان ان شاء الله في غنى له في احواله المادية هتتحسن ويعرف ان ربما في صراء فاحش ربينا بشركم بكل خير احباه في الله ما تنسوش تشتركوا في القناة اه وادفعوا الجرس علشان قناتكم توصل اللي كبير قدرونكم من الناس وعلشان الكل استفيد اه دمتم في رعاية اللي هو امني وللقاء فيديو وقال السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة